قرر البنك المركزي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000 وذلك بهدف كبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية وبالنسبة لمعدلات التضخم أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي مؤخرا قفذتها إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود على أساس سنوي خلال مارس الماضي مقارنة بمستوها في مارس من عام 2021 حيث ارتفع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة ثمانية ونصف في المئة خلال الاثنى عشر شهرا المنتهية في مارس الماضي وهي أعلى وطيرة منذ عام 1982